موسيقى موجز الأخبار من قناة الجزائران والمشاهدين أهلا بكم بداية رد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد اليوم السبت على المشاككين بأرقام فيروس كورونا في الجزائر وجاء تصريح وزير الصحة أثناء تفقده للمشاريع الصحية بكل من مصطفى باشا واستعجلات باني في العاصمة وشكر وزير الصحة في تصريحه جهود كل من تجند في مكافحة فيروس كورونا المستجد وقال الوزير للمشاككين بأرقام كورونا كل من يشك في أرقام كورونا عليه بزيارة المستشفيات ويشاهد نسبة قلة الضغط عليها قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان إن مصالح دائرته الوزارية تتجه نحو تكريس التعليم التنوبي الحذوري وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي خلال زيارة قادته اليوم لولاية الأغواط إن النقل الجامعي يجب أن يستغل في جلب الطلبة للمؤسسات الجامعية على أن تكون الأولوية لطلبة التخرج للمدارس العليا كما أكد دات المسؤول على أن قطاع التعليم العالي عبر كامل مؤسساته على أتم الاستعداد لاستئناف نمط التكوين الحذوري بداية من اليوم نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الوسطى والداخلية الغربية وأفدت دات المصالح أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الثالثة مساء إلى منتصف ليلة اليوم وأضافت المصالح أن كمية الأمطار المتوقعة قد تصل إلى 25 مم وسأتمس كل من ولاية الأغواط تيارة الجلفة السعيدة بالعباس المدية لمسيلة البيض والنعامة في تنبيه بحريدة حذرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار هبوب الرياح قوية على السواحل الشرقية مشيرة أن سرعة الرياح ستتعدى 60 كم في الساعة مع تشكل أمواج علي تصل إلى 3 أمطار وأشارت دات المصالح أن هبوب الرياح ستستمر إلى غاية الساعة الثالثة مساء وذلك على سواحل ولاية جيجل سكيك داب جاية أزفون ودلس شهدت جامعة الجزائي الثلاثة إقبال الطلبة من مختلف التخصصات لأول مرة بعد قرابة 7 أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا حيث استقبلت جامعة الجزائي الثلاثة الطلاب وفق تطبيق صارم للبروتوكول الصحي استينافت دراسة حضوريا ياتي من أجل إنهاء الموسم الجامعي 2019-2020 حيث تم استقبال الطلبة وفق إجراءات صحية صارمة وتم أخذ درجات حرارة كل طالب قبل دخول الحرم الجامعي وفيما وفرت الجامعة معاقمات كحولية وسطرت برنامجا داخل القاعات لاحترام التباعد الاجتماعي أعلنت وزيرة التضامن الوطني كوتر كريكو أن الجزائر ستحتضن الندوة الدولية للمرأة الريفية في منتصف أكتوبر القادم وأكدت كريكو أن وزارتها تسعى لترقية قدرات المرأة الريفية بمعايير دولية بالتنسيق مع الهيئة الأممية مشير إلى أن إبداع المرأة الريفية الجزائرية محل اهتمام أممي وأضافت الوزيرة أن للمرأة الريفية دور بارز في تجسيد مخرجات ندوة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي وتبعت كريكو أن المرأة الجزائرية بإبداعاتها وقدراتها ستساهم في بناء أساس الجمهورية الجديدة وفي الشان الدولي وعد الرئيس الأمريكي دونات ترومب الجمعة بأن مئة مليون جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد-19 ستكون قد جهزت قبل نهاية العام مشيرا لأن عددا يكفي منها لتصل 330 مليون أمريكي سيكون متوفرا بحلول أفريل وقال في البيت الأبيض سيكون لدينا مئة مليون جرعة قبل نهاية العام ثم أكثر بكثير على الأرجح مئات ملايين الجرعات ستكون متوفرة كل شهر وسيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لكل الأمريكيين بحلول أفريل المقبل أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كوفيد-19 والبالغة حوالي 50 ألف شخص مرتفعة بشكل غير مقبول مع اقتراب تسجيل مليون حالة وفاة في العالم وقالت المنظمة أنه رغم أن معادلات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تعد في حالة استقرار بدلا من أن ترتفع بشكل كبير فإن الأرقام العالمية تنطوي على زايدات مفاجئة على المستويات الإقليمية والمحلية الأدنى مشاهدين وبالورقة الدولية قد نصل إلى ختام الموجز الإخباري شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله